كابتن أحمد شفت أداء الزمالك إزاي في الأسبوعين اللي فاته الأداء منظم بشكل كبير جدا فيه ترابط ما بين الخطوط مستر كارودوترون عنده حاجة كويسة قوي 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 هي الناحة النفسية يعني دايما بيطلع يتكلم على الشيكبالة وهي دي النقطة اللي بتكلم فيه أنه دايما المدير الفني الشاطر الزكي أنه يحتوي قط اللبس ويحتوي اللعبة الكبيرة داخل الفريق لأنه دايما اللعبة الكبيرة اللي في كل فريق هي بتنجح الفريق فهو عامل طفرة كبيرة جدا بالناحة النفسية دايما يطلع يتكلم على الشيكبالة أنه هو قائد الفريق أنه هو كابتن الفريق أنه هو من أفضل لعب اللي هو مرنا لسه من قريب طريق السيصد دي حيئة ورضه نعم ده حيئة ورضه لا ممكن فيه مدير فن أجنبي لا أنا اتعاملت مع مدربين أجانب ما بالنسبة له هو مين اللاعب وبيتكلم على فريق وما يجيب سلة لعب هو دايما في مدربين أجانب ما يجيبوه سلة لعبة هو دايما يقول لك أنا بتعامل مع فريق جماعي لو اتكلمت على لاعب لازم اتكلم على التاني على التالت في مدربين أجانب أنا اتعاملت معهم كده فكوني أنه هو عارف جمهور ده دماغ بيفكر إزاي وعارف لعبي دماغ بيفكر إزاي فهو كمان الولايات التانية بتاعته هو خلاص استفاد استفادة كبيرة جدا من الولايات الأولانية فهو جاي عارف كويس جدا هو بيعمل إيه ودي حقيقة فعلا الشكبالة اسم كبير لك أنا بتكلم أنه مدير فن أجنبي ممكن هو عنده نقطة مهمة جدا أنه هو بيتعامل من ناحية نفسية كويسة جدا ومسيطر على قط اللبس بزل الأزمات اللي موجودة ديت وأنه قادر يسيطر على قط اللبس لسه جايب في عيد الميلاد لطاري حامد جايب له طرطة ودخله بيها حاجات التفاصيل ديت هي دي نجاح الفريق داخل الملعب الروح اللي هو عاملها ديت واللعيبة اللي موجودة في الفرقة الكبيرة الروح ديت هي اللي بتوصل النتائج المكسب جوا نادي الزمان